اكدت شؤون طيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات ان ما تم نشره وتداوله من اخبار بخصوص قيام مملكة البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من يوم امس غير صحيح ومخالف للواقع وقالت شؤون الطيران المدني في بيان ان الاجواء الوطنية السيادية لمملكة البحرين مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر وان جميع الممرات الجوية فوق اعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة انواعها من 11 من يونيو الماضي ولم يطرع عليها اي تغير وقال البيان ان شؤون الطيران المدني قامت بتنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الاقليمي بالقاهرة من اجل تعزيز السلامة الجوية فوق المياه الدولية والتي تضمنت تخصيص مسارات طوارئ اضافية فوق اعالي البحار في اقليم البحرين لمعلومات الطيران وهو اجراء اتخذ من قبل مملكة البحرين لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كفلتها منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو بادارتها ولا يعني ذلك اطلاقا ان البحرين قد سمحت لمرور الطيران القطري فوق اجوائها السيادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة